من جانبه أكد السيد براس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس لجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات على صعيد حماية وصون حقوق الإنسان مستمدة نهجها الثابت من الرؤية الملكية السامية في صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق وترسيخها جاء ذلك بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك للعام السابع على التوالي وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن تحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز يعكس الاعتراف الدولي بالجهود والمساعي الرائدة التي تحرص على تحقيقها ارتكازا على منظومة عمل مؤسسي تضمن حقوق الجميع مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد إحدى الثمرات المهمة التي حققتها المملكة والتي تضاف إلى سجل مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز مكانتها دوليا كنموذج يحتذا به في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر